أهلا بكم الجديد وعايزين نتكلم المراضي بقى على موضوع مهم جدا وهو موضوع السمنة السمنة دي بتسبب أمراض كتيرة جدا السمنة هي السبب الرئيسي في أمراض السكر السمنة هي السبب الرئيسي في أمراض الضغط والسمنة بتأثر بشكل كبير جدا أيضا على أمراض الخبيثة والسرطانات المتعددة برضو بتبقى عن طريق السمنة احنا عايزين نعرف مع ضفنا النهاردة أستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس ورئيس وحدة المناظير والسمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية منجلترا وزميل كلية الجراحين الأمريكية وحاصل أيضا على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيك طبعا من المتعرف عليه أو من المعتاد أن في عندنا مثلا حاجات زي تكميم المعدة زي مثلا تحويل المسار أنا عايز أعرف من حضرتك أي فرق ما بين الاثنين وبعد كده نبدأ نتكلم على التقنيات الحديثة في البداية أسمحي لي أن أنا أحايا حضرتك وكل سيدة المشاهدين وكل فريق الإعداد اللي هم بيعملوا موجود كبير الحقيقة طبعا عمليات السمنة المفرطة الهدف منها إنقاص الوزن يعني أنا بعمل عملية تكميم معداء أو تحويل المسار هدفي إن أنا أنزل الوزن الزايد طبعا ده مختلف بقى العمار مختلف الأوزان مختلف الحالة الصحية واحد سنه كبير واحد سنه صغير كل الناس دي بتشترك إن عندها مشكلة هي السمنة المفرطة المرضية يمكن حقيقة قلتي إن السمنة المفرطة بتؤدي إلى الإصابة بأمرات كتيرة يعني يمكن مرض السكر سبب مباشر في السمنة المفرطة وده يمكن الناس عارفها ويمكن ده كثرة السكر عارفين ده إن السمنة المفرطة المرضية هي سبب مباشر في السكر من النوع الثاني قد تتعدى 80-90% من أسباب السكر من النوع الثاني هي السمنة المفرطة المرضية فطبعا في المقابل بقى في عمليات لإنقاص الوزن وفي عمليات خاصة بالسكر هنعمل لها حلقات تانية كعلاج لمرض السكر يعني عملية تعالج السكر يعني عمليات معجنة هي اللي بتعالج السكر طبعا زي تحويل المسار وعملية تحويل المسار الـ 12 وفي عمليات كتير جدا بنعالج بيها السكر يعني بعمل العملية للعيان مش بس بهدف إنقاص الوزن حتى لو كان وزنه مش كبير قوي احنا بنعمله العملية دي ودي هنخصص له حلقات تانية السكر من النوع التاني طبعا لأن دول معظمهم طبعا عندهم وزن زايد السكر من نوع الأول حياء صعب جدا نوع التعالج لأن البنكرياس طبعا يمكن حقيقة عارفة أنه البنكرياس مش شغال في السكر من نوع الأول إلا إذا وده يمكن قليل جدا إحنا يمكن عارفين السكر من نوع الأول دايما بيكونه العين نحيف وشاب صغير كده جميل وهو نحيف معندهش وزن زايد فمش هنقدر أنه نعمله حاجة لكن حالات ضعيفة جدا أنه يبقى السكر من نوع الأول معاه سمنا مفرطة يقوم ينزل الوازن ويستفيد أنه يقلل الجرعات لكن مش هيوقف العلاج لكن السكر من النوع التاني الأعمليات دي طبعا فعالة جدا ودي من أقوى الطرق الطبية اللي هي بتتعمل في العالم سحرية فعلا طبعا بالنسبة بقى العملية تكميم المعدة وتحويل المصار إيه الفرقة بينهم عملية تكميم المعدة وتحويل المصار الفكرة فيهم الاتنين إنقاص الوازن بتقليل كمية الأكل وزيادة الشبع وتقليل الجوع تكميم المعدة احنا بنشيل جزء من المعدة بهرمونات الجوع والإنجريتنز والأنتي إنسلون هرمونز والحاجات اللي هي بتعطى لنزول الوازن طيب أنا بقى في تحويل المصار بعمل إيه الجزء ده زيه بالظبط في تحويل المصار إن أنا بستبعد جزء من المعدة ويبقى جزء صوير بناكل فيه ونشرب فيه طيب الجزء اللي تعزل ده ما بعدش حاليه الأكل وبالتالي برضو الهرمونات الضرة اللي بتعطى عمل الإنسلين اللي أنتي إنسلون هرمونز والإنجريتنز والجريلين نفسه أو هرمون الجوع بيقل بنسبة كبيرة جدا وبالتالي بنشبع بسرعة جدا وبنجوعش على الفترة كبيرة كمان تحويل المصار فرقاها عن التكميم إن هي بتقلل امتصاص يعني أنا في تكميم المعدة كمية الأكل أنا باكلها بتمتص بنسبة مية في المية تحويل المصار لا فيه نسب للكربوهيدريتس والفاتس بيقل امتصاصها لإن أنا إحنا يعني في الجراحة بنقلل أو بنستبعد جزء من الأمعاء اللي بيبقى مسؤول عن امتصاص السكرات والدهون بنسبة كبيرة جدا ففيه فرق ما بينهم طبعا جوهري كبير جدا لكن تكميم المعدة من العملات الخفيفة جدا من العملات الفعالة في إنقاص الوزن والحقيقة برضو في حاجة عايز أقولها إن عملية التكميم لابد إن أنا بقولها بصورة واضحة جدا 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 لإن عملت محاضرة كبيرة عن موضوع ده إن عملية التكميم مش بس بتقلل الوزن عن طريق إنها بتنزل الوزن لا ده لها جزء هرموني كبير جدا 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 وليه أسباب كثيرة جدا طبية عايزين نقول إن عملية التكميم المعدة من العملات الأقوى في إنقاص الوزن هي يمكن لسه الجزء الهرموني لم يتم دراسته 100% لكن مجموعة هرمونات لا يمكن عدها بتتغير بعد تكميم المعدة وبالتالي إذن الكلام اللي يتقلل إن عملية تكميم المعدة بتقلل الوزن عن طريق تليل كمية الأكل بس لا ده كلام مش مظبوط لا عملية تكميم المعدة بتقلل الوزن عن طريق تليل كمية الأكل وزيادة الشابعة وطليل جوع وكمان لها جزء هرموني فعال جدا 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 يمكن طبعا بيتم دراسته ويتعمل عليه أبحاث كثيرة جدا وإنه ده حقيقة واضحة جدا 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 لازم نأكد عليها أعوذي أعرف من حضرتك مين اللي هتقرر تعمله تكميم المعدة ومين اللي هتقول لا ده أنا هعمله تحويل مصار يمكن خلينا نتكلم بصورة سهلة جدا إحنا كل ما كان السن صغير تحت العشرين سنة أو ما قبل الزواج في البنات الصغيرين إحنا ببقى ميالين لعملية تكميم المعدة لأن طبعا تحويل مصار إحنا بناخد فيتامينز مدى الحياة يعني إحنا بنضطر إن إحنا ناخد فيتامينات بعد التحويل المصار أنا متأكد تماما وده اللي أنا شفته في عدد كبير جدا من العينين ما عندناش الكونسبت أو مفهوم إن أنا أحافظ على البيتامينز مدى الحياة وبالتالي كلما كان السن صغير أنا بحب أعمل تحويل تكميم المعدة كفاية جدا بحيث إن أنا يبقى الطفل أو البنت اللي هي المقبلة على الزواج أو الصغيرين في السن ببقاش مضطرين إن هم يمشوا على العلاج بصورة كبيرة الوزن الصغير بنحب نعمل فيه تكميم المعدة الوزن طبعا الكبير اللي هو فوق الـ 150 كيلو يفضل يعمل تحويل المصار يعني كلما كانت الكتلة فوق الـ 50 وـ 60 يعني لما بقى سموزني على طول المروتين يطع الرقم ده أكتر من 60 اللي هو عاد الكتل الجسم طبعا يبقى الأفضل نحن نعمل عملية زي تحويل المصار واحد عنده سكر غير منتظم ويأخذوا رعات عالية من الإنسولين والسكر التراكم بتاعه فوق العشرة أو عالي عنده مضاعفات من السكر اعمل بقى تحويل المصار ما تعملش عملية تكميم المعدة واحد عنده ارتجاع شديد في المريض يعني عنده حمودة جامدة وعنده فاتح حجاب حاجز كبير ما تعملش تكميم لأنه هيزود ده هيزود الفاتح اللي عندك ده مش هعالجه اعمل تحويل المصار كأنقاس وزن وكعلاج كمان للفاتح الحجاب حاجز أو الارتجاع الشديد بتليس أسألك على السؤال ده يعني أنت ممكن تعمل عملية الارتجاع في نفس الوقت اللي بتعمل فيه تحويل المصار طبعا طبعا ده مهم جدا 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 احنا في حياتنا بقى ودي نصيحة لكل الناس اللي هي مقدمة على إجراء عملية السمنة سواء تكميم المعدة أو تحويل المصار أو أي نوع من عملية السمنة لابد احنا حياتنا كجراحين وده رسالة طبعا للجراحين اللي هما المبترئين في جراحة السمنة احنا دي رسالة لابد من تقييم الارتجاع وأعراضه ولابد من فحصه كويس جدا قبل ما نعمل عملية التكميم أو تحويل المصار لأن الحقيقة أحيانا يبقى العيان عنده ارتجاع شديد وعنده حمودة واضحة يعني عنده قلم في فم المعدة وعنده حمودة جامدة ودائما الحمض يرجع في بقه وأحيانا بتلاقي طبعا مقرق عليه حياته ده ما ينفعش أنه أنا أخده أقوله تعالى عملك عملية تكميم النهار ده لا ما ينفعش لابد من تحضيره اعمل على الأقل وده نصيحة لكل الناس اعمل منزور معدة تشخيصي يشخص ده ويشوف أنت عندك أي نوع من الارتجاع نوع بسيط ولا عندك التابات والسوفيجايتس التابات في المريق بتاكل في المريق بسبب الحمض الجامد أو العضلة بتاعة المريق اللي ما بتقفلش أو عندك فتأ في الحجاب الحاجز يعني المعدة مش في مكانها الصموم ما بقفلش ولا عندك فتح حجاب حاجز كبير أنت لو عملت ده بصورة طبعا يعني طبعا متعجلة شوية أو أنت ما فحصت الشرعين كويس لعينة عايتين أنه طول حياته يشتكي من الارتجاع شديد ومش هيتعالج إلا بعملية تانية في المستقبل فلابد من تقييم لابد من تقييم الارتجاع ياخد وقت ويتقيم صح يعني يتقيم كويس جدا في بقى عمليات يعني أنا عند ارتجاع درجة C أو D أو باريتوسوفيجس دي الحاجات دي ممكن اللي دكاتر عارفينها درجات يعني متقدمة شوية من الارتجاع من التابات المريء أو فاتئ حجاب حاجز ما تعملش عمليات تكمين منتقيل خليك تعمل عمليات تكمين اعمل بقى تحويل المصار وأحيانا مش كل أنواع تحويل المصار تنفع في العينين دول لعندهم ارتجاع شديد لأ ممكن يعمل تحويل المصار معدى كلاسيكي كحل للحمودة الجندة وحل كمان ده نوع من عمليات تحويل المصار خاص بالناس اللي عندهم الارتجاع أو فاتح حجاب حاجز مفيد فيهم أكتر من العمليات التانية يعني قد يكون عمليات تحويل المصار المعدى الكلاسيكي من العمليات المهتم بباب الموضوع ده هو هيعرفه أكتر أنا عارفة نحن هنفرد أكتر فإنحن هنمسك عن كل واحد لوحد بس استحضرني سؤال على طول سؤال يعني كلاسيكي تحويل المصار المعدى الكلاسيكي من العمليات اللي هي قد يكون هي الحل الوحيد ليك كمريض عندك ارتجاع عندك سمنة وعندك ارتجاع شديد عندك فاتح حجاب حاجز يساوي فقط أن أنت تجري عمليات تحويل المصار المعدى الكلاسيكي وقد يكون تحويل المصار المعدى الكلاسيكي هو الحل الأوحد لحد عامل عمليات تكميم وعنده ارتجاع شديد وعنده فاتح حجاب حاجز احفظ الكلمة تحويل مصار المعدى الكلاسيكي لا هنتكلم معنا في حلقة الوحدة